فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى اتفاق في المشاورات التي عقدوها بشأن الأزمة السورية بحضور المبعوث الدولي المشترك الأخضر الإبراهيمي تفاد الإبراهيمي المجيء إلى نيويورك لأشهر وتوقع كثيرون منه إعلان الفشل وآخرون أرادوه أن يستمر ونسبوا إليه تصريحات يحمل فيها الحكومة السورية مسؤولية فشل مباحثات جينيف 2 بإصرار وفدها على تقديم مسألتين العنف والإرهاب على تشكيل هيئة حكم انتقالية أنا قلت أن استئناف المفاولات يجب أن يكون على الأساس الذي اقترحته وهو أن مناقشة هذين الموضوعين الهامين يكون بالتوصل ولم يتبصل أعضاء مجلس الأمن الدولي لاتفاق حول بيان صحفي قدمته فرنسا يدعو لدعم مهمة الإبراهيمي وربط الانتخابات السورية بعملية جينيف طبعا هذا شأن داخلي لا علاقة لأحد فيه ولا يسمح الشعب السوري أن يتدخل بهذا الشأن أحد الحكومة السورية والشعب السوري لن يسمحا بخلق فراغ فقط لكي نعطي مبرر لهذه الحكومة أو تلك من المنغمسين في صفك الدم السوري بأن يتابعوا مسيرتهم بلا حساب الأزمة الأوكرانية تركت بصماتها على مشاورات مجلس الأمن الدولي الذي لم يتفق أيضا على بيان بشأن باخرة النفط الليبية إذا كان المبعوث الدولي العربي المشترك لم يقدم لأعضاء مجلس الأمن الدولي الحلول من عنده فإنه أيضا كان ينتظر منهم أن يقدموا له الدعم وفشلوا في ذلك وبالتالي باتت مهمة الإبراهيمي في الميزان نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين